اليوم غن تكلموا على قضية ديال المحكمة قضية القضية المفبركة والملفقة قضية محمد المغدور قضية كوب الجبلي محقور قضية إنسانية قضية والد الشعب قضية مواطن تحقر قضية متتبع بغي الحق والحقيقة قضية اللي ما بغيناهاش تكون في مجتمعنا هي القضية ديال الظلم علاش الإنسان بغي يعيش الحياة الكريمة قضية ديال الحقرة علاش الإنسان عنده نفسه الحرة قضية الحقرة علاش الإنسان عنده نفسه الحرة اليوم غن تكلموا على بزف ديال النقاط وبزف ديال الأمور اللي ما نتمنوها حتى نشي واحد واللي ما بغيوه لآسى حتى نشي حق والحق حق والباطل باطل وكانتمنى من المتتبع يتوعى معنا وكانتمنى من المتتبع يشوف الأمور بالعقلانية ويشوف الأمور بالمنطق ويحلى بالدكاء لأن نحن ممكنش نختاروا واحد شخص غالط وظالم وغادي نصفقوله إذا نحن نكونوا في ميزان ظلم إذا نحتحنا نكونوا ظالمين إذا نحن نخلصنا الله نكونوا كنستحقه نتومة وإحناها نتكلموا على كثاف ديال النقط وغادي نحلوا الأمور بشوية بشوية وغادي نعمل الحساب ديال العزيزة الله يرحمه نعملوا دراهم ودراهم كذلك هكذا أو غادي نعملوا الحساب ديال الأطفال بالخشيبات والفاهم يفهم والغايب نوصلوله الفكرة والحاضر يعلم الغايب اليوم غادي نتكلموا على القضية ديال السلاح الأبيض اليوم غادي نتكلموا على قضية ديال الطلم اليوم غادي نتكلموا على قضية ديال العائلة ما رحمتش بعضياتها دم رخيص اليوم كانت تكلم ما يمكنش هاد العائلة ما فيها شي ش راجل أو شي مرة شدة زي مم الأمور ما عنداش الكلمة اليوم ما حتى شي حدم هاد العائلة ما قال يودي هاد شي حرام وكافى بالله عليكم كافى وهد شي مشرفناش وهد شي راكي سؤل الصمع دينا كعائلة كحلاوية ولكن مدم هاد العائلة كل أسرة فيها قانا كل أسرة فيها أطنس واللي ما عنده أطنس كيتخلص في تصوير دياله إذن على ود دوريهيمات انظلمو وانجبرو واندي واحد شخص للسجن وانتوما يالعمات توما يالعمات ويالعموم كلكم عرفين الحقيقة آه محمد تمرد عليكم أنا معاكم محمد تمرد عليكم أنا معاكم محمد بينكم على الحقيقة ديالكم أنا معاكم محمد بزرد الأمور اللي حاستلوا في النص وكيتفرصوا أنه ماشي في واحترق اللي ماشي هي هاديك محمد اللي مبغاش أن يجي العم دياله ويمرط العم دياله يديروا فيه مبغى يسيرواه الرارة الشاشة محمد إنسان عنده نفس عنده عقل عنده ضامر عنده إحساس عنده مشاعر فهنا محمد جوز واحد لواحد السنوات مع واحد الأشخاص اكتشف فيهم الضلم كما كان قولوا بالعمية ديالنا اكتشف فيهم عدم الضامر اكتشف فيهم الكذوب اكتشف فيهم الأنانية والغرور اكتشف فيهم عدم الصراحة والحقيقة بغى يبعد وبغى حتى هو يبعد ولكن بغى مستقباله فهذا فعلا تمرد عليكم لأنه ما كان شي بحالكم ما كان شي عبد ما بغى يكون لأنه مش في زمن العبودية هو أخلق حر وبغى يمتحر وإحنا مادم استعبدتمونا ونحن خلقنا أحرار قال لكم مادم استعبدتمونا ونحن خلقنا أحرار فهو من حقه يستقل من حقه يبعد من واحد العائلة اللي عائلة ظالمة ومن انتو ما عملتو هاتشف محمد اش عملتو في نص الدوار اش عملتو في جيرانكم اش عملتو في الأقارب اللي هي بعيدة مادم قدرتوا طوعكم الضامر ديالكم وطوعكم الدم ديالكم أنكم عملتو هاتشي عفوا عملتو هاتشف هات الشخص هذا وآديتو تنهى الضالجة اليوم كمتتبعين كمتفرجين كمجتمع في نظركم وبالله عليكم محمد يعني كيتراوح سنيلو مش في الأربعينات ما عندو حتى شي شي صوابق في الصرقة ما عندو حتى شي صوابق في ضرف سلاح الأبيض ولكن اليوم نهار اللي عمل محمد قناة وتعرف للجماهير وعرف أي غلطة غتسئل له في العالم الأحمر لأن القنوات المنتقمة أي غلطة غلطتي ولا ما غلطتي شي غادي تجبدك ما بلوك إذا غلطتي هذه نقطة كذلك محمد وصل لسيل الأربعينات كيفاش غادي يسوي له نفسه أنه غادي يسعرض لعمد يالو وعرف بأنكي القانون بأنكي القضاء هذه النقطة الثانية كذلك كيفاش محمد سوت له نفسه واصل سيل الأربعينات أنه غادي يمشي أمام الملاء يعني في الواحد ما كان عاملي هو الأراضي وشي كي يطلل له شي يعني ما كين شي بحاق قلوه في مدينة كين الشوارع وكين الدروب بل يكونوا خويين وكين وكين بل بالعكس يعني قل لك شكسبي على العطر قل لك كل شيء اللي بضطة يعني لأي واحد غادي يشوفه وغادي هو يدراسون هاتهلو كهذه يعني في الفنال غا يكونوا عليها الشهود يعني هذا الإنسان هذا غادي يكون فاقد الأهلية كنشوفه الإنسان القمة للدكاء والقمة للعقال لحد الساعة كنشوفه الإنسان ما كيخافش من القضاء كنشوفه بالعكس لحد الساعة واحد الإنسان كيحترم القضاء وكيحترم القانون غا شوفوا واحد الإنسان غا قولوا يعني شي واحد ما كيخافش الله بالعكس نشوفه الإنسان حامل كتاب الله وكيصلي الفروض بالفروض دياله وكيمشي للمساجد مع الناس. ونشوف واحد إنسان قبيح في التشار كنشوفه من اللي يخرج من داره وهو يشير للناس والناس قد يشير له وكين واحد الإقبال وواحد الحب اللي يعني كنشوفه من الناس من الأخ محمد كل شي فرحانين به بل بالعكس عالم القناة المليونية كيمشي في طنبير دياله ماشي في حروبه مخلوع كيصور غالفيديوهات كيصور طرقا هو مراته أولاده كيتنوبوا على الكلام كيتصبقوا على الكلام لغير كيستهزقوا بالمتتبع وبالدكاء المتتبع لغير بل محمد واحد إنسان شعبي واحد الإنسان كما كنقوله اجتماعي هو كيبغي الناس والناس كتبغاه وهذا شي باين في الفيديوهات دياله لو كان الناس ما كتبغيش ما غتقلسش معاه ما غتتحكش معاه ما غتتصورش معاه إلى آخره بل احنا كنشوفه العكس هناك الشخص هذا الشي هذا كامل غادي نعنوه جانبا كيف يوقل محمد واحد السيد متزوج عنده أربعة ديالوليدات كيفش هو غادي دراسه التهلوكة اللي من غيخلي هاد أربعة ديالولاد والمراف العنق دياله كذلك عنده الأب والأم دياله خطو اللي ما كيرضوش نهائي يمشي حاجة اللي خيبة غادي يسيب لبنواليدين دياله واحد الإحراج وهيحطه في واحد الموقف محرج لأن هذا الإنسان عنده العقل هذه نقطة اللي خطونا نتكلم عليها كذلك المتتبعين أنا ما كنتكلمش عن المتتبعين ديالنا متتبعين ديالنا مآمنين بالقضية راه قضية ظلم قضية مفوركة ولكن كنتكلم على أي متتبع نتبعين دخل هاد الفيديو هادا واسمع وتمعان في هاد النقط هادو كيف منتو ما مثلا واحد شخص كينسلك فيديو ديال الكاميرا أنه غير موجود ديك ساعة اللي تدل بها في المحضر ساعة اللي تدلت بها في المحضر أنه هاتسي تعرض هاتساعة هالي لهجوم من محمد بيلال هاتساعة بدليه في المحضر نفس الساعة اللي عنده بيلال أنه موجود في تطوان وأنه كين كوليمترات ما بين بنية حمد وتطوان وأنه رصدته الكاميرا في نفس الساعة اللي مدلي بها في المحضر يعني أنا وخمغي القانا مليونية وخاك يجبني المحتوى القانا مليونية وخاك نعز نزي القانا مليونية وليكي مضحكش عليا متستهزأش بيا متستهش بالدكاء ديالي متستهش بالخبرة ديالي في الحياة متستهزأش بزياد الأمور اللي تبارك الله على المتتبع المغربي الداكي فإحنا هنا هادا هم الأمور اللي خصنا نطرقولا فاشهنا مش كاقول لكم إحنا يا محمد بارئ ما هادا القضية بارئ ما هادا القضية ديال السلاحة أبيض فما كانت تكلموش مفارغ انت مع راسك قلس عمل رجل على رجل وقلس كتحلل هادا الموضوع هاد سيد حياته هو عيش في الدنيا ومع أمو رو عمل هادا شادا مع البراني اللي ما غيعملوا مع عمو هاد سيدا ديكا شوال إنسان داخل سقراسه ورا هاد منطلق هذا وراه ما دفعش إلى نفسه واش عمكم شتو محمد فعز الألام وعز الطلم وعز الحقرة وعز تشتيت دياله من البيت المسروق وعز إغلاق البير وعطش لأولاده وعز يعني 48 ساعة أو 24 ساعة يعني تحت الحراسة النظرية ورغم ذلك ما خرش سب ما خرش قلس كلم طايح ما خرش قلس كلم كيقول حسبي الله ونعم الواكب هيك تغني وهيك تكفي وهيك تكسي وهيك تشرب وهيك تشبع فهذا الشخص هذا كيف لو كان واحد الإنسان آداء كون خرش بحام القانا المليونية يسب ويقدف ويدرف الأعراض وكما كتشوفهم القانا المليونية خرجنا عنا وخلى الجوهر ومشان المظهر مشان شي حاجة ما كتعنيناش وما عارفناش وما شفناهاش مشان شي حاجة اللي خصو يتعاقب عليها قبل أنهم يتعاقب للقضية المفابركة وعلى الويشاية الكاذبة على القضاء خصو يتعاقب محمد على هذا النهار اللي خرش واسب لك في الزوجة ديالك واتهمها بشي تيهم باطل شي تيهم خطير واتهم يعني أنك والد في الحرام يعني تيهم خطير يعني أنا من يقول لي أنا مطلقة مطلقة لقتلات خصني نقدم الورقة ديالي المساندة ديالي واش عندها تسيدة مطلقة ولا لا هذي نقطة ونقدم كذلك فوقاش البنت خلقت ونعمل وحشة هادة ديالخلوق ديالبنتي ونعمل بأن بناس الزوجة دياله عمري ما طلقتها عمري ما طلقتها ونعمل واحد لإثبات واحد الشواهد ونقدم به كذلك كذلك خاصة نعمل به دعوة قضائية جيب لي هات 16 اللي كانت معهم مراتي اللي كانت ضلم لمراتي كذلك أعطاني دليل ديالبوليسي يعني هاده مكامنين كخصو يتحطو في القضاء وحنا دبا كلمسوا لك العضر نحايدوا جانبا القضية ديال سلاح الأبيض وغادي نطالبك بالحقوق ديال راديا وديال إسراء وغادي يكون أمانة على العتق ديالك وغادي نجدوا بهذه القضية هذي ولكن أول حاجة غادي نتفكوا إن شاء الله من القضية ديال السلاح الأبيض وغادي نرجع القضية ديال التشهير وغادي الأعراض ولغا نأسف ديال الإبناء هاده هاللي هاده هاده ها الده نتكلموا عليه وهداه هوا المنطلق اللي غادي ندهوا تكلموا عليه فاهنا اليوما انه ما كان سبوش وما كان قطف وما كان أدي وتشيح兒 انه اليوما نتكلمناじゃ حق إمرأة حق دياله مهضور اغتساب حقوق إمرأة وطفلة اغتساب حقوق إمرأة مغربية أغسطنا الحقوق دياله وأي مرأة وتعرضت من هذا لاغتصاب بحال هاتشكل هذا خصنا النجدولة للحق دياله وخص القضاء يخذ لها بالحق دياله لأن المرأة مغربية عندها شان كبير في المجتمع المغربي أخوتي إخواتي كانت من هذا الفيديونا الاستحساني لكم ماتبوحوا شيئنا باللايكات والبرتاج تعليق المحافظة دمتم في رعاية الرحمن وإلى الملتق